هجمات جديدة للاحتلال التركي تستهدف مناطق الإدارة الذاتية لإقليم الشمال وشرق سوريا في إطار جولة تصعيد جديدة بدأت قبل أسابيع مع بداية موسم الحصاد في المنطقة أحدث الهجمات كانت في كوباني حيث أفادت مصادر محلية بتعرض سيارة جنوبية المدينة لغارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركية في هجوم ليس الأول من نوعه على هذه المنطقة التي كانت أول من وقف بوجه تنظيم داعش الإرهابي ودحرته عام 2014 خجوم كوباني جاء بعد ساعات من هجمات أخرى طالت مناطق بأرياف منبج وقامشلي شمال وشمال شرق سوريا ما أسفر عن حرائق التهمت مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية هذه الحرائق اندلعت في محيط قرية خراب كورتي في الريف الشمالي الغربي لقامشلي المنطقة التي شهدت يوم الجمعة هجمات تركية دامية خلفت خسائر بشرية وجرحى بين العسكريين والمدنيين وفي ريف منبج تسبب القصف التركي باندلاع النيران بين قريتي الصيادة وعرب حسن ما أدى لاحتراق مساحات من الأراضي الزراعية وخلف العدوان التركي خلال الأسابيع القليل الفائتة ضحايا مدنيين وخسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية بمناطق متفرقة من إقليم شمال وشرق سوريا فيما يبدو أنها تحركات ممنهجة تهدف لضرب موسم الحصاد إضافة لتقويض حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المنطقة ترجمة نانسي قنقر